خلينا أسألك من آخر لحظة منذ قليل البنك المركزي أعلن تثبيت سعر الفائدة وأنه لا فوقت زيادة على الخصوم ولا على الإقراض ماذا يعني هذا القرار؟ أولا بنهنئ فخامة الرئيس على فترة رئاسة جديدة ونسبة مشاركة هي الأعلى على مستوى التاريخ الحديث أننا وصلنا إلى نسبة مشاركة من جمهور الناخبين إلى 70% الحقيقة يعني ده دلالة على المجهود المبذول من قبل فخامة الرئيس في نهضة وتطور المجتمع المصري النهاردة الحقيقة زي ما حضرت لجنة السياسة النقدية ودي آخر يعني أقول لجنة في العام الحالي آخر إنعقاد لجنة السياسة النقدية كانت في 21 نوفمبر الماضي وخلي بالحضرتك على مدار السنة دا تم زيادة سعر الفائدة 300 نقطة أساس السنة الماضية 22 كان 800 نقطة أساس احنا كنا ما بين خيارين إما تثبيت سعر الفائدة أو تشديد السياسة النقدية أو تقييد السياسة النقدية الحقيقة التضخم خلال هذا العام انخفض عن العام المنصرم العام المنصرم 22 وأنا بتكلم على نوفمبر 22 كنا بنتكلم على 36.8 هو معدل التضخم السنة دي 35.4 فبالتالي هناك انخفاض في التضخم وخلي بالحضرتك بردو عشان نقول للناس يعني تضخم أو الانفليشن هو تحرك في الأسعار في فترة سنة لمجموعة من السلع والخدمات احنا عندنا 12 مجموعة سلعية في مؤشر التضخم أهم مجموعة سلعية في مؤشر التضخم هي مجموعة الغذاء والشراب وتمثل 34% من الوزن النسبي لمؤشر التضخم فأي تحركات سلعية في هذه المجموعة السلعية اللي هي سمناها الغذاء بتؤدي إلى زيادة التضخم فكون ان حصل نوع من الانحصار في الزيادات السلعية مقارنة بالعام الماضي ده شيء جيد وده اللي دفع لجنة السياسة النقدية النهاردة في الإبقاء على سعر الإقراض والخصم عند 19.24 كان هناك ناس بتراهن أنها هيحصل زيادة في أسعار الفائدة ولكن أنا كنت مع المجموعة اللي بتقول الحقيقة لا أنا هذه الفترة أتصور هو التثبيت سعر الفائدة بل وانحصارها خلال الفترة الجاية حكومة مبارح في اجتماع مجلس الوزراء تم التوقيع كجزء من وثيقة ملكية الدولة على صفقة لسبع فنادق تصل إلى 800 مليون دولار ده بخلاف النسبة بتاعت الحكومة ده شامل ده شامل الحقيقة يعني وده لو خلي بقى حاكمل حاجة سات النايب إن الفترة اللي فاتت منذ الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة إحنا كنا بنتحدث عن ما يقرب من 34 شركة من إجمال 705 شركة اللي هم مجموعة شركات قطاع الأعمال العام والشركات والهيئات الاقتصادية الأخرى من 34 شركة تم طرح 14 شركة وحصيلة التخارج من 14 شركة سواء كليا أو جزئيا كنا بنتحدث في 5.6 مليار دولار ودي خطوة جيدة فعشان تقدر تجذب استثمارات خلال الفترة القادمة لازم تقلل سعر الفايدة لأن تعرف حضرتك أما تيجي النهاردة كمستثمر في جزء من هذه الاستثمارات بتأتي من الخارج وفي جزء عن طريق الاقتراض فمهم جدا أن أسعار الفايدة للشركات والمستثمرين عند الاقتراض تكون جيدة ده الشق الشق التاني لما بنلاقي التضخم بيزيد فبالتالي البنوك المركزية بتحاول تمتص فوائد السيولة اللي في السوق عشان تقلل حجم تداول الكاش في السوق فبترفع سعر الفايدة فأنا من أنصار أو من مدرسة وأنا بتكلم كأستاذ اقتصاد من أنصار أن خلال الفترة القادمة يكون هناك تثبيت في أسعار الفايدة بل وتقللها يعني أتمنى خلال الربع الأخير من العام القادم أن يكون هناك توجه بانخفاض سعر الفايدة تشجيعا للاستثمار داخل أروقة الاقتصاد المصري فالحقيقة ثلاث أشياء مهمين جدا عندما نتحدث عن سعر الفايدة سعر الفايدة التضخم وسعر الصرف مهم جدا على صانع السياسة المالية وصانع السياسة النقدية أنه يكون هناك توافق ما بين السياسات المالية والسياسات النقدية للحفاظ على نسب التضخم وتقليل حجم السيولة في السوق ده شيء مهم جدا وتشجيع الاستثمار المباشر والغير مباشر داخل أروقة الاقتصاد المصري ترجمة نانسي قنقر